اشتركوا في القناة لم تكن حكومة تضيف نسبة 80% من علوات الخمسة غير المضمون لأجر الأساسي لأصحاب المعاشات عند ملغهم سن المعاش وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2011 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي سوف يستفيد من هذا الحكم بمعنى أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2011 سوف يستفيد من صرف العلوات الخمسة واشترت للحصول على الألاوة أن يكون صاحب المعاش كان قد يشترك عن هذه العلوة ضمن أجره التأمين ويقدر عدد المستفيدين من العاملين في الجهات الحكومية ما يزيد عن 1.7 مليون مستحق وأن المستفيدين من القطاع الخاص يتجاوزون النصف مليون مستفيد وقد أعلنت دكتور نفين القباج وزيرة التطامن الاجتماعي مؤخراً البيت في صرف العلوات الخمسة لأصحاب المعاشات بداية من 1 يوليو المقبل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله بالنسبة لتفاصيل صرف العلوات صرف الزيادة الضغف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1 يوليو 2006 بواقع 8% من قيمة العلوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش تصرف الزيادة بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون تعديل معاشات الحالات التي انتهى خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من 1 يوليو 2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادة المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين للمعاش المتغفي بنسبة منصرف في المعاش لكل منه صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة 5 سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد موعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً لجدول ذمني سيتم إعلانه يحدد قيم وموعيد الصرف المستحقين بداية من يوليو القادم بالنسبة لجدول الصرف يا جماعة يبدأ الصرف المنافذ سندوق التأمينات ومكاتب البريد من يوم واحد يومي واحد لاثنين يوليو لأصحاب المعاشات أقل من ألف جنيه أما من يومي خمسة وستة يوليو لأصحاب المعاشات أكثر من ألف جنيه وحتى ألفين جنيه من يومي سبعة وثمانية يوليو لأصحاب المعاشات أقل من ثلاث تلاف جنيه ويومي تسعة واثناشر يوليو لأصحاب المعاشات أكثر من ثلاث تلاف جنيه وهذه هي العلوات الخمسة لأصحاب المعاشات والزيادة الشهرية والمبلغ المتجمد وطبعا لو لاحظت هنا هتلا أن كل تاريخ مرتبط بعلاوة والـ 80% من العلاوة وعدد العلاوات والزيادة الشهرية والمتجمد المستحق وبهذا قد انتهينا ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصل كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته